السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمنى من الله ان تكونوا بخير وبالسحة ليدا يريد. بعد ازالكم لا تنسوا تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تدعموا على بلايك عشان يوصل لكم كل جديد ولان وفيكم باسعار ومعيد القطارات من بورس عيد الى القاهرة والعكس الفين اتنين وعشرين ونبدأ. ينطلق القطار رقم تسعمية اتنين وخمسين من بورس عيد الساعة خمسة ونص صباحا ويصل الى القاهرة ساعة تسعة وخمسين دقيقة صباحا. ينطلق القطار رقم مية س وتمانين من بورس عيد الساعة تمانية وخمسة وعشرين دقيقة صباحا. ويصل الى القاهرة الساعة اتناشر وخمسة واربعين دقيقة ظهرة. ينطلق القطار رقم تسعمية خمسة وتسعمية ستة وخمسين من بورس عيد الساعة واحدة ظهرا. ويصل الى القاهرة الساعة خمسة وعشر دقيقة عصرا. ينطلق القطار رقم تسعمية وستين من بورس عيد الساعة خمسة وتلاتين دقيقة عصرا. ويصل الى القاهرة الساعة تسعة واربعين دقيقة مساء. ينطلق القطار رقم تسعم 962 من بورس عيد الساعة 7.5 مساء ويصل إلى قاهرة الساعة 11.40 دقيقة مساء موعد القطارات من القاهرة إلى بورس عيد 2022 ينطلق القطار 945 من القاهرة الساعة 6.15 صباحا ويصل إلى بورس عيد الساعة 10.30 صباح ينطلق القطار 185 من القاهرة الساعة 48 دقيقة صباحا ويصل إلى برسعيد الساعة 12.40 دقيقة ظهر ينطلق القطار رقم 951 من القاهرة الساعة 11.30 صباحا ويصل إلى برسعيد الساعة 43.45 عصرا ينطلق القطار رقم 955 من القاهرة الساعة 42 دقيقة ظهرا ويصل إلى برسعيد الساعة 57 دقائق مساء ينطلق القطار رقم 961 من القاهرة الساعة 57 دقيقة مساء وصل إلى بورس سعيد الساعة 11 55 دقيقة مساء أسعار تذاكر القطارات من بورس سعيد إلى القاهرة هو العكس 2022 يبلغ سعر تذكرة القطار من بورس سعيد إلى القاهرة فالتذاكر الضرية الأولى 56 جنيه مصري يبلغ سعر تذكرة القطار من بورس سعيد إلى القاهرة فالتذاكر الضرية الثانية 33 جنيه مصري يبلغ سعر تذكرة القطار من القاهرة إلى بورس سعيد فالتذاكر الضرية الأولى 56 جنيه مصري يبدو سعيد تذاكر القطار من القاهرة إلى برسعيد فالتذاكر الدرية الثانية 33 جنيه مصري وبهذا قد أفرناكم بأسعار ومعيد القطارات من برسعيد إلى القاهرة والعكس 2022 تنسوا بسرعة القناة في الزر يزدعم البركاته السلام عليكم ورحمته وبركاته